لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك تبدأ العمرة من قبل وصول مكة المكرمة بالإحرام وهو أن ينوى الدخول في العمرة أو الحج ويكون ذلك عند الوصول إلى المواقيت وهي الأماكن الخمسة المحيطة بمكة والتي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة أو ما يحاذيها سواء بالطائرة أو في طريق البر يرتدي الرجل قطعتي إحرامه المكون من إزار ورداء أبيضين بينما يمكن للمرأة الإحرام في ملابسها العادية التي تخلو من الزينة بعدها يبدأ بالتلبية فيصرح بنسكه الذي نواه في بداية تلبيته فيقول لبيك عمرة ويكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى يرى الكعبة عدل من وضعية إحرامك وأظهر كتفك الأيمن أثناء طوافك وذلك بجعل وسط الإحرام تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر وتطوف والكعبة عن يسارك ليكون طوافك بعكس اتجاه عقارب الساعة يبدأ شوط طوافك الأول بمحاذاة الحجر الأسود حيث تشير إليه قائلة الله أكبر أشغل وقت طوافك بما أحببت من ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وإذا وصلت إلى الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود أدع بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكررها إلى أن تصل لجهة الحجر الأسود مرة أخرى وعند وصولك إليه أشر بيدك قائلا الله أكبر وبهذا تكون قد أتممت شوط طوافك الأول وبدأت في الثاني إلى أن تكمل السبعة أشواط بعد إتمامك الأشواط السبعة قم بتعديل حرامك وتغطية كتفيك وتوجه للمكان المعد لصلاة ركعتي الطواف ويسن أن تكون خلف مقام إبراهيم ولو من بعيد إن تيسر ذلك أو أن تصليها في أي مكان من المسجد الحرام في ركعتي الطواف تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص إذا اتممت طوافك بالكعبة يسن قبل توجهك إلى المسعة أن تشرب من ماء زمزم بعد ذلك اتابع اللوحات الإرشادية التي تدلك إلى بداية السعي أو الصفا أثناء دنوك من الصفا لأول مرة اقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارق الصفا واستقبل القبلة وكبر وادع الله بما يفتحه عليك وبعد دعائك ابدأ سعيك باتجاه المروة إذا وصلت في سعيك بين العلمين الأخضرين فيسن للرجل الهرولة بينهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرع ذلك للمرأة وأشغل وقتك بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن إلى أن تصل المروة وعندها استقبل القبلة وكرر ما دعوت به في الصفا دون الآية وهكذا تكون أتممت أول أشواط السعي وتفعل ذلك إلى أن تتم أشواط السعي السبعة من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة للصفا شوط آخر يبتدأ أول سعيك بالصفا وينتهي آخر شوط بالمروة تجمع المرأة شعرها بعد إتمامها للسعي لتقص من أطرافه من سنتمتر إلى اثنين بينما يحلق الرجل أو يقصر شعره والحلق أقرب اهتداء بالسنة وبذلك يتم المعتمر والمعتمرة عمرتهما